السلام عليكم. مع حضرتكم استاذ ياسر محمد نجيم المدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقيم او نصحح واجبات الطلاب على منصة ادمودو. في البداية احنا شرحنا في الجزء الفات ازاي تقدر تكلف الطلاب بواجب وازاي تقدر تجدول الواجبات بتاعتك. انا حاليا دخلنا من حساب من اه حاليا دخلنا من حساب مسجل كطالب وعملنا استجابة ليه الواجب ده. فيظهر عندك انت كمدرس بانه في حد سلم الواجب ده. الجميل في الموضوع منصة بانك انت مش مضطر بانك تصحح الواجبات بشكل جماعي. بمعناه بانا حضرتك تستنى لما كل الناس تسلم وبعد كده حضرتك اه تبدأ تصحح. لا حضرتك تبدأ مجرد ما يجيلك اي واجب ايا كان الوقت بتاعه بانك تدخل وتصححه وتوفر على نفسك الوقت والمجهود. على سبيل المثال انا هضغط على تسليم علشان نشوف الطالب اللي قدم الواجب ده عمل ايه في الواجب ده? طبعا هو بيقدم لحضرتك اسم الطلاب وسلم امتى? التقييم بتاعه هياخد قد ايه? ما تنساش بان احنا كنا دخلنا بان التقييم بتاعه هيدخل في سجل الدرجات. ما بين الفصل بتاعك هيزهر لك ان عدد الفصل بتاعك لو هو عشرين مثلا هيزهر لك ان في واحد سلم واللي ما سلمش تسعتاشر. انت كام واحد قيمته وكام واحد لسه ما تقيمشي. فطبعا لازم تنتبه ليه? كام واحد انت صححت له الواجب? كام واحد انت ما صححت لهش الواجب? ايه متوسط الدرجات? اللي هو بيعكس لك ان مثلا هل في مشكلة في الواجبات اللي مخاصة بالدرس ده? ولا لا? هنا طبعا الحساب ده مع الهوش اه مش مدرج في الفصل ده الفصل ده تجريبي فمش مدرج عليه الا الطالب واحد بس. بيعرض لك هنا كل الطلاب اللي موجودين في الفصل. اللي سلم هو الطالب الواحد ده. انا هدخل على الحساب بتاع الطالب ده. وهبدأ اشوف ايه اللي طالب ده عمله? الطالب ده لو كان وهو بيراجع الواجب كان عنده اجابات مثلا اضفها لي ولا حاجة? بيبدأ انه يقولها لي هنا. انا ممكن اضغط على الملف بتاعه فيبدأ الاجابات بتاعتي او تبدأ لما ضغط على الملف بتاعه الاجابات اللي هو عملها بتتفتح لي. وببدأ اقرأ ايه اللي الطالب ده عمله علشان اقدر اقيمه. على سبيل المثال هو هنا. بدأ ليه. بتغط على الملف فطبعا بيفتح لك الملف اللي الطالب عمله. اسم الطالب الفصل الاجابات اللي هو حطها. على سبيل المثال ببدأ اقرأ الاجابات بتاعة الطالب انه ده حط ليه? هنا كزا. وهنا حط لي الاجابة ديت. السؤال للطالب التالت تعمدنا باننا ما نجاوبهوش. علشان حضرتك تشوف ايه اللي هيحصل. خلي بالك الملف ده للعرض فقط. ضمانا لشفافية السياسة التعليمية بانه ما ينفعش بانه مدرس يقدر يجيله واجب ويعد يعدل فيه ويضي للطالب درجة ما بتانعكسش. المستوى الحقيقي للطالب. انا دلوقتي لنفرد بقاني هدي ست درجات على الواجب ده. الست درجات ديت هوزعها درجتين على كل سؤال. هنشوف الاجابة كل واحدة تستحق قد ايه? مثلا هدي درجة كاملة على السؤال الاولاني درجة كاملة على السؤال التاني والسؤال التالي طبعا مش هدي له درجة. هبدأ اتوجه ليه? ادارة التعيينات. لو انت في حاجة انت عايز تحررها علشان تعمله مثلا ورجع او تعمله بعض التعليقات او تختلف له التغييرات. يعني مسلا. ان انا هاجي اعمله كده. انا هدخل على ادارة التعيينات علشان ابدأ اصحح للطالب الواجب ده. الواجب ده انا لقيت ان الطالب ده اجد في الاجابات. ممكن اقول له احسنت. لكن لديك سؤال متروك. حضرتك تقدر تطلب ان ده زي ما احنا ما اتفقنا بان مسلا ده هيبقى اربعة ومن اجمالي ست درجات. تقدر حضرتك بانك تطلب. حفظ. فتحفظ الدرجة بتاعة الطالب. فالدرجة بتاعة الطالب كده خلاص نزلت. تقدر بانك تطلب اعادة التقديم بان الطالب يرجع الواجب ده مرة تانية. كأنك بتدي الكتاب او الواجب للطالب او بتدي له الكراسة مرة تانية وتقول له لا عيد الواجب. فبتطلب منه اعادة التقييم. طبعا ببقى اني قيمت. فبيجي لي هنا في التقييم. بقى ان في طالب عندك متقيم. وبيبدأ يفتحه لي. الطالب ده اسمه ياسر. انت اديته اربعة من ستة. طيب. الطالب ده جالك وقالك يا مستر انت اديتني اعلامة غلط. او يا مستر حضرتك انا كتبت اجابة صح. وحضرتك اديتني درجة نقصة. تقدر بقى انك تدخل على اعادة التقييم وتشوف ايه التقييم المناسب للطالب ده وتقدر تعدل في الدرجة سواء بزيادة او بنقصة حضرتك طبعا اللي بتكون مالك الموقف. دي طريقة تصحيح الواجب. ايه متوسط الدرجات اللي موجودة? بيتختلف النسبة وهو بيبدأ انه يعرض لك الخيارات اللي موجودة في الواجب ده. ايه متوسط درجات الطلاب? طبعا بما ان في طالب واحد بس في الفصل ده فالطالب ده هو اللي بيزهر لك نتيجته. انما لو في مجموعة طلاب بيزهر لك ايه مستوى التقدم بتاع الطلاب دول واللي بيعكس ايه مدى فهم الطلاب للواجب ده. تقدر حضرتك في اي وقت تعمل اعادة للواجب او حضرتك تقدر في اي وقت تعمل عرض للواجب او تحرير للواجب. وكده يكون الواجب بتاعك اتصحح وكله تم التقييم. اهم حاجة عندك بانك كل واجب تتأكد حضرتك بان الواجبات بتاعتك هي عبارة عن كل الطالبة اللي موجودين هنا. رقمهم مساوي لكل الطالبة اللي موجودين عندك في تم التقييم. شكرا لوقت حضرتكم وارتمنى لجميع كل التوفيق.